تعتبر الفنانة سلوى خطاب من أقوى الفنانات اللي عرفتهم الشاشة لكن أهلها ما كانوش موافقين على دخولها الوسط الفني طيب إيه كان ردي فعلهم لما قررت تدخل الفن وإزاي أقنعتهم برأيها وإيه تفاصيل قصة حبها وجوازها من المخرج أسامة فوزي وليه حرمت نفسها من الأمومة وليه ما تجوزتش بعده كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة اتولدت الفنانة المصرية سلوى خطاب يوم 26 فبراير سنة 59 ورحل والد سلوى وهي صغيرة في السن واتجوزت والدتها من رجل تاني فتولى جدها وجدتها تربيتها حبت سلوى الفن من طفولتها لكنها دخلت كلية التجارة عشان تنفذ رغبة جدتها واللي كانت عايزها تطلع مديرة بنك وأثناء دراستها في كلية التجارة شافت إعلان طلبين دفعة بنات في معهد الفنون المسرحية فقدمت من ورق أهلها ونجحت فسحبت ورقها من كلية التجارة وقدمتها في معهد الفنون المسرحية وكانت من المتفوقات في المعهد لدرجة انه تكتب عنها خبر في الجرائد واللي شافوا أعمامها فحاولوا يمنعوها لدرجة انهم ضربوها عشان ما تكملش في مجال الفن فكانت سلوى عارفة ان جدتها بتحب الفنانة أمينة رزق جدا فقالت لها مش انتي بتحبي أمينة رزق أنا هابقى زيها هي كمان درست في المعهد ده فوفقت جدتها انها تكمل في المعهد وأكدت سلوى ان لو جدها ووالدها كانوا عايشين ما كانوش وفقه خالص انها تمثل وقدمت سلوى خطاب أول أدوارها في فيلم عيب يالو لعيب سنة 78 وبعدها انطلقت في مجال الفن وتعرضت سلوى الانتقادات كتيرة جدا بسبب بعض الأدوار الجريئة اللي قدمتها في مشوارها الفني ملها فيلم عفريط الأسفلت وفيلم الساحر وردت سلوى على الانتقادات دي وقالت انها مش بتتضيق لما حد يقول انها فنانة جريئة وأكدت انها بتحب تقدم الأدوار الصعبة وبتشوف ان دي الأدوار اللي هتعيش وتجوزت سلوى خطاب مرة واحدة في حياتها من المخرج أسامة فوزي وتعرفوا على بعض خلال دراستهم في المعهد وقالت سلوى ان أكتر حاجة جذبتها لأسامة دماغه وطريق التفكيره وشخصيته الفنية بالإضافة لإنسانيته واستمرت قصة حبهم لمدة سبع سنين لغاية ما قرر أسامة انه يشهر إسلامه عشان يقدر يتجوزها واستمر جوازهم لمدة ثلاث سنين وبعد كده انفصلوا وعن سبب الانفصال قالت سلوى انهم لما حسوا انهم بدأوا يبعدوا عن بعض وما بقاش عندهم نفس الاهتمامات المشتركة قرروا انهم لتنين ينفصلوا ولم ترزق سلوى بأي أطفال من جوزها وقالت انها حرمت نفسها من الأمومة وده السبب حبها للفن لأنها شايفة ان الفن محتاج تفريغ وتركيز وان انشغلها بأمومتها كان هيبعدها عن شغلها وما تجوزتش سلوى تاني بعد انفصلها عن أسامة فوزي لغاية دلوقتي ولما تسألت عن السبب ضحكت وقالت وسامة جاب درافها لا الحقيقة وسامة جاب درافها بالاضافة انها بتحس ان الرجالة بتخاف منها لدرجة انهم بيعكسوها من بعيد لبعيد وقصارت سلوى جدل كبير جدا على سوشيال ميديا بتصريح قالت فيه انها محرومة حتى من التحرش وانها حتى لما نزلت مدان التحرير اتحرشوا كل البنات معادة هي حتى التحرش محرومة منها يا حرام يا سيد حرشوا كل البنات إلا ده وأكدت انها ممكن تتجوز مرة تانية لو حبت شخص وكانوا متفاهمين مع بعض لكنها في نفس الوقت شايف انها صعب جدا تحب تاني بالاضافة انها مش بتستحمل الجواز وقالت مش مستحملة الجواز او الجواز مش مستحمل لي ولنا بقى انتم في التعليقات ايه اكتر دور بتحبوه لسلوى خطاب